صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان في مصر والوطن العربي نهاركم سعيد صباح الخير يا أشرف صباح الخير يا أستاذ أسماء صباح الخير مشاهدي نايل لايف ونهاركم دايماً سعيد مليان بالأمل والتفاؤل امبارح كان يوم مهم جداً في تاريخ مصر يا أستاذ أسماء والسادة المشاهدين وهو اليوم السيد الرئيسة فتاح السيسي رأس الاتحاد الأفريقي مصر اتولت رئاسة الاتحاد الأفريقي ويوم مهم جداً كان في أثيوبيا كان فيه رسائل كثيرة في خطاب السيد الرئيسة فتاح السيسي من ضمنها لازم لابد من التكامل ما بين الدول أفريقيا وعدد كبير من الرسائل اللي هي المرأة وحقوق المرأة وعدد كبير جداً من الرسائل الخاصة بالإرهاب والقضاء على الإرهاب وتحديد الممولين للإرهاب شخصيات هامة كمان جداً ألقت كلمات مبارح كان برضو من أهمها بيل جيتس الكلمة بتاعته كانت كلمة ممتازة جداً وفيه وعود كثيرة هتتحقق إن شاء الله للقارة الأفريقية بدءاً من أمس من رئاسة مصر الاتحاد الأفريقي التكامل ما بين الدول الأفريقية ممكن تؤدي إلى أن إحنا ممكن قارة أفريقيا دي تبقى أهم قارة في الكرة الأرضية عدد كبير جداً من المشاريع وتشجيع الاستثمار من جميع أنحاء العالم ممكن ينمي أفريقيا ممكن يشجع المستثمرين أنهم يستثمروا في أفريقيا وطبعاً كان فيه رسائل برضو في خطاب سيد الرئيس فتاح السيسي للكثير من المهام المهمة في الوصول لخلق فرص العمل للأفريقى عدد كبير جداً من الرسائل النهاردة عندنا فيه نهارك سعيد فكرة خاصة بهذا الموضوع هنتكلم فيه مع الأستاذ أحمد سنجاب رئيس القسم السياسي بكارة أنباء الشرق الأوسط وتولي مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي عندنا فكرة برضو تانية في الحقيقة هي جديدة ومهمة في نفس الوقت نحن نتكلم عن الجيولوجيا السياحية وده نوع من أنواع السياحة الجديد اللي يمكن الناس ما تعرفش عنه حاجة وليه أماكن معينة وليه طابع خاص وليه سائحين بيقصدوا هذه الأماكن عن طريق برنامج خاص بيتم توزيعه على الدول ويعني الموضوع ده سر من الأسرار هنغوص فيه النهاردة إن شاء الله مصر يعني رأد على كم كبير جدا من الأسرار في كل حتة في جمهورة مصر العربية وكل الأنواع السياحية وكل أنواع الأسر صحيح والسياحة طبعا عندنا النهاردة فكرة خاصة بمبادرة عيادة اللغة العربية إيه المبادرة دي؟ بكل بساطة شديدة عدد من الطلبة تقرروا أن هم يعملوا مصرحيات يشرحوا فيها اللغة العربية والكثير من المواد الخاصة باللغة العربية حيكون مشرفنا في الستوديو نورهان عادل إحدى أعضاء فريق الغناء بعيادة اللغة العربية وشروق عادل إحد أعضاء فريق التمثيل بعيادة اللغة العربية ومهند سعيد أحد أعضاء عيادة اللغة العربية الفقرة الرابعة والأخيرة هيكون معنا أحد الممثلين المصرحيين وهو الأستاذ أحمد السعيد هنتكلم معاه عن أعماله وعن مشواره وعن الشباب إزاي يقدروا أن هم ياخدوا هذا الخط في الدخول إلى عالم المصرح والمصرح أبو الفنون زي ما احنا عارفين ومش سهل أن أي حد يقدر يقف ويثبت وجود وكفاءة على خشبة المصرح أسماء يعني دايما في نهارك سعيد بنحاول أن احنا على الصبح كده نلعب رياضة صح كده؟ عندنا إيه بقى تقرير إيه؟ عندنا تقرير عن رياضة الكارديو مع شيماء قبيل هنشوف إيه هي الكارديو عبارة عن إيه وبعد التقرير هنرجع لحضراتكم تاني داخل الستوديو ترجمة نانسي قنقر